أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد الناجم عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لمنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني ناجي ميقاتي حيث تناول الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في لبنان واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق نار والعمل على تهدئة الأوضاع في لبنان وأكد على استمرار تقديم مصر لجميع أشكال الدعم السياسي والإنساني للبنان في ظل ما يواجهه من ظرف دقيق وضرورة تكاتف جميع الأطراف المعنية في هذه المرحلة الحارجة لانتخاب رئيس البلاد في أسرع وقت لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر